قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى السيدة جورجيا ميلوني على فوز حزبها في الانتخابات العامة بجمهورية إيطاليا الصديقة على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته لها بالتوفيق والنجاح في قيادة إيطاليا نحو الرخاء والمستقبل المشرق وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يتطلع للعمل معه في إطار الشراكة الراصخة التي تجمع مصر وإيطاليا من أجل تطوير العلاقات الثنائية بينهما ونقلها إلى أفاق أرحب من التعاون المثمر والبناء في جميع المجالات وعلى نحو يتصق مع تاريخ البلدين العريق وحضارتهم العظيمة ولما فيه خير الشعبين الصديقين وللإنسانية جمعا